بأنه تشكل اتلاف إدارة كاركوك على غرار اتلاف إدارة الدولة اللي يعني دخل بتقدم باقي الأحزاب الشيعية والصنية والكردية في بغداد عندما شكلوا حكومة السيد السوداني ومضوا على الاتفاقات ما معقولا ضميتوا إلى اتلاف إدارة كاركوك وكنتم يعني ما ضامنين ولا تعرفون شنو بنود الورقة اللي تشكل على أساسها اتلاف إدارة كاركوك بصراحة نحن على الطلاع كامل لكن جميع الأوراق المقدمة هي لم يتم الاتفاق عليها بشكل حازم أنا أعلم وقد تعلم أنت لكن سأخبرك هي الموجود هما ورقتين لكن تدوير منصب المحافظ هذا أمر واقع لا محالة يبقى فقط من الأول والثاني أو الضمانات التي تضمن لكل مكون يستلم المنصب كيفية آلية تسليمه للمكون الآخر بسلمية كون تدوير المنصب بصراحة ليس قانوني أو دستوري لكن هو اتفاق بين مكونات كاركوك آلية تسليمه للمشاهدة